السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب عليكم فيديو جديد في الفيديو هذا جمعة الخير جميل لكم تجميعه رهيبه جدا التجميع ان شاء الله تشغلكم مع 2K التجميع مع الكرت الجديد RTX 2060 فما بيطول عليكم أكثر من كده وأخليكم مع الفيديو موسيقى طيب جمعة الخير هذا اول شي عندنا هنا اللي هو المعالج الآي فايف 8400 طبعا لا يقبل كسر السرع للأسف لكن سعره جدا مناسب 750 ريال سعودي نجي الشي اللي بعده عندنا هي الماثر بورد من جيجا بايت اللي الزي 370 مايكرو زيتها 470 دعم الجيل الثامن من معالجة انتل وتدعم الرامات إلى سرعة 3.860 منها مايكرو تقريبا تدعم كرت شاشة واحد لكننا ما نحتاج صلا الى واحد لأن كرت الارت اكس لا يدعم تقنة السل آي أو كرتين مع بعض فجدا ممتاز للماثر بورد هذه وعندنا هنا كرت الشاشة التو نازل هو الـ RTX 2060 يجي من مروحتين 6 جيجا طبعا يدعم تقنة Ray Tracing في اسمه RTX تقريبا لو شاهدون البنشماركس حقه الـ 1060 تقريبا تفوق على الـ GTX 1070 Ti وسعره أرخص من الـ GTX 1070 Ti تقريبا أرخص منه 100 دولار أو 300 أو 400 ريال سعودي فشي ممتاز جدا أنت لك كجيمر بصراحة جدا ممتاز أكرت هذا طبعا يجي لبعد وعندنا من Thermal Tech اللي هو الـ Power Supply طبعا هذا فيه مروحة RGB 700 واط طبعا تأخذ لك كل احتياط الزمن حتى فيه Eco Mode أعتقد أو شي زي كذا عشان يضفل الـ RGB أو شي من هذا القبيل طبعا قيمته 210 ريال مع التوصيل سعره جدا رخيص صراحة طبعا الـ LBC هذا اسمه Apple RGB وسعره معقول صراحة طيب عندكم اللي هو الـ Delta اللي هو SSD 250 جيجا بايت 250 جيجا بايت قيمته 180 ريال 250 جيجا بايت من Delta اللي هو الـ SSD فيه انوار RGB طبعا بتتحكم فيها زي ما تبي رهيبة جدا صراحة مقاطع لها جدا رهيبة الـ SSD هذا تضع بواجهة كرت تضع بواجهة كرت تضع بواجهة كيس يطلع شكل رهيب طب نجي اللي بعد عندنا الـ HDD أو الـ Hard Disk العادي نأخذ 1 تيرا يعني كتخزين للعب أو شي زي كذا تضع الـ 250 اللي هو هذا للنظام عشان مثلا يسهل عليك مثلا تشغيل الجهز السريع جدا وتضع عليه مثلا برامجة منتاجة شي من هذا القبيل عشان يساعدك في الـ Render أسرع وعندك هذا الـ 1 تيرا العادي يعني تضع فيه الألعاب وتخزن فيه صورك وأشيائك ورابك كاملة وسعره جدا رخيص صراحة 168 ريال سعودي أخر شي عندنا هنا جوة الخير اللي عندنا الكيس كيس طبعا أنا اخترته عشان أكمل تجميعه وأنت أخذ الكيس اللي يعجبك أنا أخذ الكيس هذا لأن سعره صراحة مناسب يجي باللون الأبيض ويجي باللون الأسود ويجي فيه ألوان RGB ليش أخذت لأن فيه ألوان RGB وسعره 310 مع الشحن فما أدري هل تجي فيه هل هذي ستريب ولا أن تركبها لكن أعتقد أن تركبها لأنه بيعطيك شكل كذا شكل حلو حلو صراحة شكل كشكل وسعره ممتاز مع الشحن يعني أو تأخذه محلي رح يطلع تقريبا نفس القيمة هذه فقيمة التجميع هذه جماعة الخير كاملة عندنا هذه كاملة تجميعها مع الشحن مع بتاع كله مع 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 أربع ألاف ثلاثة وعشرين ريال ثمانية وثمانية وثمانين هلا لا هذا الواصل باب بيتك ويعتبر سعر جدا 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 ممتاز على تجميعه من كارت عندك من Zotec RTX 2060 كارت التوى النازل جديد لو تشوفون البنش مركات حقاته جدا رهيبة صراحة طبعا عندها الرامات سرعتها ثلاث ألاف جدا ممتازة برضو وعندنا بي سي يو أو نستطيع نسميه باور سبلاي 700 واط برضو في رجي بي فشوف كم عندنا شي في رجي بي اليوم عندك واحد وثنين وهذا أربعة أربعة أشياء بها رجي بي فيطلع شكل الجهاز جدا روعة بالحقيقة فكان معكم باسة جوعة الخير من قتيسوكا ولا بيطول المقطع هو قصير دعمونا جوعة الخير قربنا نوصل 300 فيمدينا إن شاء الله فما بيطول المقطع هو قصير يعطيكم ألف عافية السلام عليكم